تركت من جلها مستقيما وانحنت إثر رصاصة فارقت على إثرها الحياة أفجعت والدها الذي كان يستحبها كل يوم لحظ ما أنبتت أرضهم زينب عصام تفارق أهلها وأرضها التي سقتها طويلا إثر إصابتها برصاصة أطلقت من ميدان رماية داخل المقر التدريبي في مطار بغداد الدولي على حد وصف أقاربها الشهيدة زينب تعين أبوها وأخوها الزغير عمره 12 سنة يطلعون يقصون خضراءات هذا الشيء اللي في الكرافوز يبيعونه بـ 3000 دينار 100 باقية بـ 3000 دينار حتى يعيشون بستره عافية وسلام الناس ما محتاجه أناشد رئيس الوزراء هل يجوز ميدان رمي يصير بنص العوائل السكنية كل يتنين يعرف ميدان رمي يروح بالسحراء خارج المدن مجابل مركز ميداني بسنتر بغداد والد القتيلة زينب توجه للمحاكم العراقية بغية استرداد حق ابنته وابتغى أن يقيم دعوة قضائية ضد المسؤولين عن القاطع العسكري والميدان التدريبي في مطار بغداد لكن وبحسب قوله أن القاضي أصر على أن يقيد القضية ضد مجهول وأن يقدم ذويها على الدخول إلى مطار بغداد والتحقيق في الأمر وهو ما لا يمكن في ظل الإجراءات الأمنية داخل مطار بغداد قلت لأنا سجل الدعوة ضد ميدان الرماية اللي بالمطار قال ابني أنا أريد أساعدك وأنت صاحب مصاب شغلة بيني وبينك أنه لا سجلها ضد المطار سجلها ضد جهة مجهولة وتروح للمطار وتشوف من اللي يضرب بذاك الوقت وذاك الوقت تشتكي على ذات شون جهة مجهولة يعني مثل منه راحت انتهت البنية هل هي طلقة جتي تاي هيلو من قبل ميدان الجسمة الرمي وإحنا عدنا شكوى مسجلة قبل شهر ونص وعندنا طلقة طبت بالاستقبال إن قيدت ضد مجهول بحسب وصف والدي القتيلة فإنه يعني ضيع حقها هنا طالب أهلها وأقرباؤها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يتدخل لإصافهم أرض تحصد منها القتيلة زين ما يمكنها العيش بكرامة لتحصد روحها رصاصة إثر إطلاقات لميدان رمي بحسب إفادة ذويها الذين أكدوا إصرار المحكمة على تقييدها ضد مجهول من بغداد محمد فراس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر